اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من احاديث بيروت نخصصها للحديث عن دوامة الانهيارات والازمات الاقتصادية والمعيشية التي باتت خبز المواطنين اليومي وربما تصبح خبزهم الوحيد في ظل التهاوي المتسارع بسعر صرف الليرة اللبنانية واشتداد الطوق المعيشي الذي يهدد الامن الغذائي للمواطنين في هذه الحلقة سنطل بشكل شامل على واقع الانهيار الاقتصادي والسيناريوهات الممكنة للخروج من هذا النفق ويسعدني ان ارحب برئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني اهلا بك ومرحبا على قناة اليوم اهلا بك دكتور باتريك يعني الازمة الاقتصادية في لبنان لم تعد بحاجة الى مقدمات مطولة بت كل شيء واضحا اللبنانيون اكثر ما يهجسون به هو سعر صرف الليرة اذا اردنا ان نقوم بمقارنة سريعة بادار 2020 كان سعر الصرف 2600 مقابل الدولار اليوم هو ما بين 10 ل 11000 مقابل الدولار وقفز قفز قياسية خلال الاسبوعين الماضيين من 8000 ليرة طيب بداية لماذا هذا التهاوي المتسارع في سعر صرف الليرة نعم مثل ما قلت حضرتك حديثك كتير دقيق انه اخر طلعة بسعر صرف الدولار اللي صارت باخر اسبوعين ثلاثة هي استكمال لمصار بدأ من زمان مثل ما قلت وهيدا المصار انا برأي رح يكمل الاسباب اللي عم تخلي الدولار يطلع واللي رح تخليه يضلوا يطلع هي انه نحنا من شي سني تقريبا سني وشوي انتقلنا لنظام معوم كنا بالنظام ثابت على الاقل على السوق السوداء يعني بعد ان احنا ما اعترفنا انه نحنا بنظام رسميا لا يزال على 1500 دولار صحيح ولكن انت بتعرف انا بعرف اذا انا معي 1500 ليرة وابدي جيب دولار مقابلة ما حدا بيعطيني دولار لا بالبانك بيعطيني دولار ولا الدولة بتعطيني ولا الصراف وحتى اذا بيعطي أربعة ألاف ما حدا بيعطيني دولار اليوم بتاع السعر الوحيد اللي بقدر اشتري عليه دولار هو السعر اللي بساموه السوق السوداء هي سوق الحقيقية وبالتالي نحن اليوم بنظام صرف معوم لبنان بلد مؤسسات وضعيفة ما بتسمح له أنه يكون عنده نظام معوم الأنظمة المعومة بدها بلدين متقدمة ما فيها ما بيمشي حالها ببلدين مثل لبنان وراح قللك شو هي هي المؤسسات أول شغلة اليوم باللبنان ما في استقلالية للمصرف المركزي يعني إذا الحكومة اللبنانية بتقوله للمصرف المركزي تبع لي ليرة كرميل مول نفقاتي بيطبع لها ليرة البلدين اللي عندها نظام معوم يجب على مصرف المركزي أن يكون مستقل يعني إذا بتقوله الحكومة أصلا وحكومة ما بتطبع لي ليرة وإذا قلت له بإلى لا ما راح أطبع ليك نحن هذا الشيء مش موجود عنا بلبنان وبالتالي كلما نحن نطبع ليرة أكتر كلمة دولار بطوي يطلع لأنه أنا بس أطبع ليرة الناس اللي عم توصل هالليرة لبين إيديا راح تروح تطلب فيها دولار هل طبع الليرة المستمر هو ما أدى إلى هذا الارتفاع؟ أكيد هيدا السبب الأساسي الأساسي الأسباب الأخرى الأسباب الأخرى أنه عندك مع طباعة الليرة وارتفاع سعرها صار فيه انعدام ثقة بالليرة يعني صار الشعب اللبناني اللي كان يوصلوا ليرة على إيده اللي كان يترك معه شوية ليرة لآخر الشهر لآخر السنة بطل يوثق أنه هيدا الليرة راح تحافظ على إيمتها صار بس تصلوا ليرة يركض على السوق لا يأما يشتري فيها غراض يأما يصرفها على دولار وبالتالي الهروب من الليرة هو سبب تاني للإنهيار طبعا سببه الأساسي مثل ما قلنا أنك عم نطبع لو ما عم نطبع ما كنا منوصل لهون وعندك الطباعة عندك غياب الثقة بالليرة اللبنانية والسبب التالي أنه عندنا اقتصاد عم يصغر عندنا ركود اقتصادي نحن بال2020 بعد ما طلعت الأرقام النهائية بس نتوقعين أنه الاقتصاد يكون صغير بين العشرين لخمسة وعشرين بالمية خلال سنة واحدة خلال سنة واحدة وبالتالي أنه أنت عندك عم بتكبي ليرة بالسوق ما هيك عم بتزيدي حجم الليرة بنفس الوقت الاقتصاد عم بيصغر ما بيدي رئيس توعبها والناس أصلا ما بدون يحملوا له الليرة بس توصل على إيديهم بدون يتخلصوا منها هيدا ثلاثة عوامل بتخلي أنه إذا أنت عندك سعر صرف معوم اللي عندنا هي اليوم فعليا باللبنان رغم أنه بعد ما اعترفنا فيه سعر الدولار رح يطلع ورح يضلوا يطلع عظيم طيب دكتور تحدثت أنت بطروحات علمية وبأسباب علمية ولكن رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال الاجتماع الأخير المالي والأمني والاقتصادي في قصر بعبدة قال أنه صعود الدولار بهذه الطريقة غير مبرر وقال أنه في شائعات تريد ضرب الليرة اللبنانية هل فعلا هناك أياد سوداء تعبث بالليرة اللبنانية وليس كما تقول حضرتك أن هناك أسباب منطقية وحقيقية تدفع بالليرة إلى الصعود في أياد سوداء تعبث بالليرة اللي هي السلطات اللبنانية هذه أسود أيادة عم تعبث بالليرة لأنه السلطات اللبنانية عم تلجأ لطباعة ليرة كرميلة تمويل نفقاتها وهذا الشيء الوحيد اللي عم يخلي الدولار يطلع اللي هو أنه الحكومة اللبنانية عندها عجز بالموازنة العامة يعني نفقاتها أعلى من إراداتها من مين عم تمويل الفارق؟ عم تروع عند المصر في المركز عم تقوله طبع لي ليرة لمويل الفارق طباعة الليرة رح تطلع الدولار وبالتالي إذا لو الحكومة اللبنانية عملت إصلاحات وخفضت نفقاتها أو لو عملت إجراءات بتوقف طباعة الليرة بعدين بنحكي عنا إذا بدي كنا ما بيكون عنا تدخم بس شيء اللي عم بيعبث بالليرة هو لمسؤولية السلطة اللي هي عم تلجأ لتمويل نفقاتها عن طريق تسييد الدين يعني عن طريق طباعة الليرة أما بموضوع السيارفي الغير شرعيين هذا مثل واحد بيطلع بالامرية ما بيعجبوا المنظر بيكون بيكسر المرية بعدين ما يزبط حاله السيارفي والمنصات هذه مرآة للسوق مرآة للوضع السوق إذا الوضع الاقتصادي والنقدي مش منيع الدولار بدون يطلع بتشوفي الدولار بقي كالحل الأمني الذي تعتمده اليوم السلطة اللبنانية بملاحقة هؤلاء الصرفين وبإغلاق المنصات وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كيف سيؤثر على سعر صرف الليرة هل سيساعد الليرة اللبنانية لا بالعكس أول شيء أنا برأي هذا الحديث وهذا الحل هو فقاعة إعلامية لنقل اللوم من السلطة السياسية اللي ما عملت إصلاحات من وقتها من بداية الأزمة ما عملنا شيء لا ناس تانيين ساعة منكبع على السيارفي ساعة منكبع على السوبر ماركت كل مرة منكبع على حدا بس ولا مرة على هنا هذا الهدف منك ولكن نتيجتها هي مضرة هي عكسية لأنه أنا اليوم إذا بمنع إذا بدي أعتقل السيارفي اللي يسمونه سيارفي السوق السوداء يعني إذا بدي أمنع الناس تبيع الدولار على سعر السوق على 10,500 الناس مش رح تصير تبيع دولار على 2005 الناس رح توقف تبيع دولار وبالتالي بدو ينقطع الدولار من السوق وبس ينقطع الدولار من السوق سيزيد الطلاب عرض الدولار قل وبالتالي سعر يتضرب ويطلع هيدا قمع السيارفي عم بيخنوا آخر مصدر للدولار وهو ما حصل في سوريا وفي مصر يعني في تجارب وماثلة ولم يمنع ذلك من انهيار العملات الوطنية ايه مثل ما قلتلك أنا برأيي الهدف من هالخطوة هو بس أنه نقل اللوم لمحال تاني رغم أنه الكل بيعرف أنه هاي خطوات نتيجة عكسية وإذا أنا اليوم بدي أطلع السيارفي طبع السوق السوداء من السوق ما بقض في دولار بالبلد بنقطع دولار بالبلد ساعات سعر الدولار بيطلع كتير وبالتالي هايدي الخطوة نتيجة عكس ما هو مرجو مننا هاي أول نقطة طب موضوع قمع المنصات نعم إغلاق المنصات ما بدي فوت بجزء التقني إنه ما فيك تسكرون منصات أصلا مش رح فوت بهيد بس بدي بفوت بموضوع إنه في ناس معهم دولار ببيوتهم كان وأوقات بيعوزوا مستعدين كانوا يدخوه بالسوق لهيدا الدولار يشتروا فيه لبناني بس هيدول الناس ما بدون يبيعوا دولار بسعر مجحف وبالتالي كان يتطلع المنصة اليوم اداحقوا دولار 11000 10000 يبيعوا 10000 ما هيك هيدا إذا أنا بالغيل المنصة هيدا كمان ما بيعودي يبيع دولار وبالتالي أنا عم بقطع الدولار من البلد وإذا أنا بقطع الدولار من البلد سعر الدولار رح يطلع دكتور باتريك بعيدا عن قوانين السوق تفضل بس إذا في مجالة وكمان مهمة بموضوع المنصات كمان التجار اللي بيستوردوا بضاع اللي بيشتروا بضاعها مستوردة هيدا التاجر بيشتري مثلا 10 قطاع بدون يبيعهم بسعر 11 قطعة وقطع رباح و10 قطعة لجدد السوق تبعو وبالتالي مضطر يعرف بديش لازم يبيع بضاعته بسعر الدولار الحقيقي لا يقدر يجدد هالبضاعة لا يظل في بضاعة بالسوبر ماركت هيدا إذا أنا بالغيره المنصة ما بيود يعرف كيف ده يسعر وإذا ما بقى يعرف كيف ده يسعر بده يضب البضاعة بده يقولك ما نعم بيع اليوم سكرنا يعني بيقولك والله اليوم ما عندي منصة يمكن صارف 15 اليوم بيصير كل واحد يسعر ح حسابه لأنه ما بيعود حدا يعرف شو هو السعر الحقيقي وبالتالي هيدا موضوع أنه الأسعار بتعكسلك بتخلي ناس تعمل حساباتها على المضبوط تعرف ديبدات شجة ديبدات بيها أنا إذا بمنع الناس تعرف شو الأسعار الحقيقي بكون عم بأزية ما بكون عم بسعادة طيب دكتور باتريك بموضوع حضرتك تتحدث عن قوانين العرض والطلب في السوق ولكن هناك عوامل يتحدث عنها الناس أنه موضوع الأمان أو الاستقرار السياسي يعني يضرب مثال دائما عندما كلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي انخفض الدولار إلى 6 ألاف ليرة طيب هذا الانخفاض كيف فسر وأساسا يعني هناك سؤال يطرح لماذا بين آب الماضي وحتى يعني حتى الأمس القريب قبل أن يرتفع الدولار بهذه الطريقة بقي ثابت الدولار ما بين 6 ألاف و8 ألاف يعني لماذا كان ثابت عند هذا هذين الرقمين نعم أول شيء بموضوع تأليف تشكيل الحكومة صحيح أنه الدولار بنزل وقته صار فيه تفاعل بموضوع الحكومة لأنه الرئيس الحريري كان كتير عم بيشدد بكل طلعاته الإعلامية أنه عنده الدعم الفرنسي طبقا مين نزل الدولار فأدا رح أقلك كتير عم بيشدد أنه عنده الدعم الفرنسي وبالتالي الناس قالت أنه إذا الفرنسيوية بدون يدعمونا وبدون يمشولنا سادر وبدون يساعدونا مع صندوق النقد الدولي لنوصل لصفقة مع صندوق النقد الدولي الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ساعتا الدولار بدون ينزل فخليني أركض وبيع دولاري على الغالي حكومة على الأرجح بينزل الدولار ولكن هذا الشي ما بيعني أنه الدولار بعد ما ينزل رح يظل تحت هذا الشي بيعني أنه الناس عم بتقل للحكومة نحنا عم نعطيك فرصة بس بكرة إذا بنفوت على الحكومة ونرجع نختلف مثل قبل بالحكومة هكل واحد بدون يمرق صفقاته الدولار بدون يرجع يطلع وبالتالي وإذا ما منقدر نوصل لأتفاقية مع صندوق النقد الدولي وإذا مش جدية موضوع أنه الفرنسيين عن جد بدون يساعدونا كل هالمعطيات اللي عم يبشرون فيها إذا بعد تشكيل الحكومة اكتشفنا أنه منا موجودة الدولار رح يكمل مسيرة التصاعدية وبالتالي هايدي إذا بدك تقلبات اليومية ما بتعكس اتجاه على المدى الطويل لسعر الصرف اتجاه على المدى الطويل لسعر الصرف هو تصاعدة اليوم بيطلع على بكرة بينزل بعد بكرة يمكن يرجع ينزل أو يرجع يطاع بس على المدى الطويل اتجاه تصاعد في سعر الصرف أيضا دكتور اليوم لدينا ثلاثة أسعار يعني هي المتداولة أكثر من غيرها ألف وخمسة سعر مصرف لبنان تلت تلاف وتسعمائة سعر المنصة الرسمية وسعر السوق بين عشر تلاف وحد عشر ألف هناك رقم رابع اعتمده مصرف لبنان بموضوع المساعدات التي سيمنحها البنك الدولي للعائلات الأكثر فقرا ستصرف القروض على ستة تلاف ومتان واربعين وكأن مصرف لبنان يقر ضمنا بأن هذا هو سعر الصرف الحقيقي طيب اليوم قداش قيمة الليرة حقيقة في السوق هل سعر المنصات غير الشرعية أو سعر السوق السوداء هو السعر الحقيقي للليرة اللبنانية نعم هو السعر الحقيقي وكل الأسعار التانية أسعار غلط وأسعار لكن المعادلة كثير كثير سهلة وما بدأ تعقيد سعر الدولار هو السعر اللي بتقدري تشتري فيه دولار إذا أنت معك لبناني وبدك تحصلي على دولار لديش لازم تتفعي لتحصلي على دولار هذا سعر الدولار هل إذا تفعت ستة ألف ومتان واربعين أعطيني دولار طيب هذا الرقم لماذا عطا ماذا هو مصرف كل الأرقام التانية هي أرقام بيجربوا يشلحوك دولارك على سعر مشحف وبالتالي كل الأرقام التانية الفرق بينها وبين سعر السوق هي ضريبة عم يخدوها منك يعني اليوم إذا السعر عشرة ألف والمصرف المركزي قال لك أنا بدي شلحك دولارك هلأ بلي كيف يشلحك بشلحك دولارك بستة ألف يعني المصرف المركزي عم بيقتطع لك أربعين بالمية من مصرياتك هلأ كيف عم بيقتطعها هو المصرف المركزي عم بيقول أنه البنك الدولي بموضوع الستة ألف البنك الدولي كان بدي يحول أموال للعائلات الأكثر فقراً باللبنان يعني أفقر فقراء لبنان والبنك الدولي رح يحولون هالمصاري بالدولار نعم الشي اللي بيسندون المصرف المركزي والحكومة اللبنانية يعني والمصرف المركزي سوا سوا قالوا لها ما فيك تعطي الفقرها دولار تعطينا ياهم باللبناني ونحنا منعطيهم بدالهم بتعطينا ياهم بالدولار لألنا ونحنا منعطيهم بدالهم وبيستخدهم من الباقي شو معناتها معناتها الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو سوا سوا ما أصلا هي تركيب زيتها عم بيقططعوا 40% من مساعدات جاية لأفقر فقراء لبنان عادة أنت بس تقططع دراية تخديها من الغني وتعطيها للفقير ونحنا شو عم نعمل عم ناخد مصاري ما هني اسمهم عائلات الأكثر فقراً من قدام العائلات الأكثر فقراً 40% مقيمة المصاري لنعطيهم لمين اليوم شو عم نعمل بالدولارات اللي عم جمعهم مصرف لبنان عم ندعم فيها السلة عم تتهرب وبالتالي نحنا عم نحرم العائلات الأكثر فقراً من الأموال لنعطيها للمهربين في ظل الحديث اليوم أن المنظمات الدولية التي لديها موظفين داخل لبنان وحتى المساعدات والتي تصل إلى اللاجئين بدأوا يبحثون في آليات أن تدخل الدولارات من خارج السيستم الرسمي من خارج مصرف لبنان لماذا البنك الدولي لا يعطيها هؤلاء الفقراء المساعدات من خارج مصرف لبنان كيف دفوتهم على البلد دفوتهم بشنتة يعني بيوزعهم على البيض عملية أكتر يقطع بالنظام المصرفي لو يقطع بالنظام المصرفي يعني يعطيهم دابت كارد يروحوا يسحبوا من المصرف تبعهم هذه أحسن طريقة عملية للشخص اللي بتوصل له مساعدات وعملية لكل شيء يعني براكتكال أكتر نقدر نعمل هيدا الشيء بدك تقطع بالنظام المصرفي وبتالي بدك تقطع بمصرف لبنان المحزن بالموضوع مثل ما قلتلك أنه نحن اليوم عم نحرم الفقير اللقمة عايشو كرميل ناخد هيدا الدولارات ونعطيها للناس اللي عم بيهربوها للمهربين ولا تجار السوق السوداء يعني نحن اليوم الهدف من الدعم كمفترض هو أنه يكون مساعدة الفقير نعم اليوم صرنا لا عم نحرم الفقير من الأموال لنروح ندعم فيها عظيم هذا الحوار الاقتصادي مستمر معك دكتور باتريك مرديني ومشاهدين أيضا ولكن نتوقف مع هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا نطرح اليوم الدعوة لحوار وطني لا زالت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء حوار وطني محل جدل بين مختلف أطياف الشعب العراقي ما هي الغاية الفعلية من وراء دعوة الكاظمي لحوار وطني بين الكتل؟ أنا أعتقد أنها دعوة انتخابية ليس أكثر هذا طبعا شيء يعد بالنسبة للعراقيين ضحكم على الدخول أين تقف فعليا الدول الإقليمية المتدخلة في الشان العراقي من هذه الدعوة؟ الكل مشترك بتدمير الهوية الوطنية العراقية الكل مشترك بانتباع هويتة حزبية مصلحية دكتران سلطر هامي معادة لهوامحة لدى الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة إلى هذه الحلقة من أحاديث بيروت المتعلقة بالانهيار الاقتصادي وتقديم مشهد شامل للأزمة الاقتصادية مجددا أرحب بك دكتور باتريك مرديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق دكتور باتريك قبل الفاصل تحدثت حضرتك عن موضوع الطبع المستمر لليراء اللبنانية من جارب مصرف لبنان وفي لبنان يعني يشبهوننا أكثر ما يشبهوننا إلى فنزويلا هل لبنان ماضي على الطريق إلى السيناريو الفنزويلي بهذا التضخم أساسا نحن الدولة الثانية بعد فنزويلا في العالم بمستوى التضخم نعم نعم لبنان متجه لسيناريو فنزويلا إذا ما منغير بالتصرفات تبعنا إذا ما منغير بالسياسة العامة بس خلنا نوضح شو يعني لبنان رأي على فنزويلا وعادة منقول ليش إذا بدك رأي على فنزويلا اليوم بفنزويلا مش بس أنه الناس عم تاكل من الزبالي الناس عم تاكل من الزبالي بس مش بس بعد وصلوا لمرحلة أدنى من هيك أنه اليوم عم يتشكل عصابات لتحمي الزبالي اللي بيأكلوا منها في الأية درجة لأنه يعني الناس عم تتخانى وعم تعمل عصابات كرميل تاكل من الزبالي صار هيدا هدف صار هدف صار هدف تاكل من الزبالي يعني في الشارع ترمى لأنه لا قيمة لها صحيح 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 وراحوا على دولة ركامل يعني يوم ما بقى بحدا بفنزويلا بيرضا ياخد العمل المحلي صار بقليك يا بتعطيني فراج دولار يا أما أنا ما عندي بضاءة لبيعة السيناريو مرعب سيناريو بيفكر كل الشعب وهيدا السيناريو وما ننسى أنه فينزويلا عنده أكبر احتياط نفطي بالعالم صحيح يعني هي مفترض تكون أغنى من السعودية مفترض تكون أغنى من دول الخليج عنده أكبر احتياط النفطي أكبر من السعودية رغم هيدا الشيء فينزويلا اليوم الشعب الفنزويلا شو بديم الطبقة الحاكمة اللي بتعود تكون عايشة بترف الشعب الفنزويلا من أفقر شعوب العالم قاطبتا والسبب لهيدا الشيء أنه الحكومة الفنزويلاية ما عملت أصلحات ولجأت لطباعة الليرة من أجل تمويل نفقاتها كل ما حدا بدهم الجيش بدهم كثير بهمهم أنه الجيش بفنزويلا يضلوا نطبعوا ليرة يضلوا نطبعوا ليرة يضلوا نطبعوا باردون بوليبار يضلوا بطلنا بعد يعني لا يعطوها للجيش كما للجيش يقمع أي تمرد من هيدول الجياع اللي عم يكلوا من الزبالي وبالتالي ما عملوا نفقات ما عملوا أصلحات ما خففوا نفقاتهم عندك صفقات فيها فسيت كله بيطبع بوليبار لا يمولها وهيدي تباعة الليرة بتأدي مش بس لخسارة الأحتياط بتأدي أنه حتى إذا عندك أحتياط أحتياط نفطي طويل عريض برضو بتخسري يعني وهذا اللي صاير عندنا دكتور يعني إذا أردنا نقارن بين لبنان وفنزويلا فنزويلا تتعرض لعقوبة أمريكية تمنعها من الوصول إلى الأسواق الخارجية ومن الاستدانة من الخارج طيب لبنان هل هناك حصار دولي غير معلن أو عقوبات غير معلنة عليه تمنع دخول كتلة نقدية أجنبية إليه أكيد لا نحن اليوم أي إنسان بديو يحول دولار على لبنان بيقدر يحول دولار على لبنان أي إنسان في لبنان بديو يحول مصاري لبرا بيقدر يحول مصاري لبرا شو أي شي باخرة إجت على لبنان بدت بيعنا وضاعة بدت فضي حمولتها ومنعوها لماذا جفت فجأة وخاصة بعد ثورة 17-20 مصادر تمويل الخزينة بالعملات الأجنبية ومصادر تمويل المصارف أيضا بالعملات الأجنبية خلينا نمشي فيه بالدور وبالتالي بس خلينا نأكد أنه لهم لبنان ما علي حصار إذا أنت بديك تصدري أي بضاء على برا بتصدري بتبضي عقب الدولار بس لبنان هو عامل حصار على نفسه لبنان هو عامل حصار على نفسه لأنه بكل بساطة اللي بيمنع أنه يكون فيه دولار بالسوق هو تعدد أسعار الصرف يعني ما بدك كلها الفزلكي وما بدك كل نظريات المؤامرة يعني طلعوا الدولار عملونا نظرية مؤامرة على السيارة وهلأ أنه ما حدا عم بيتداول بالدولار مقطوع الدولار من السوق عملوها نظرية مؤامرة لا فيه لمؤامرة ولا حصار ولا من يحزنون إذا أنا بقلهم للناس إذا الناس بتعرف أنه دولارة بسوء عشر تألاف وعم بتقلهم أنه أعطوني دولاركم بتكون مقابله أربعة تألاف أو ألف وخمس ما حدا راح يعطي دولار راح ينقطع الدولار من السوق خلي اليوم أنا مش عقوله سعر الصرف الليزم يكون عشر تألاف بس خلينا نقول أنه إذا اليوم الدولي اللبناني بتقول أنا حررت سعر الصرف بالمصارف اللي معه أنا براية شي ما لازم يصير هلأ بس على سبيل المثال إذا بتقول لها حي الله إنسان معه هلأ معه هلأ لبناني بيجي يعطينا عشر تألاف وخمسمية أو 11 ألف بيعطيه دولار وأي إنسان معه معه دولار بنصرف له على عشر وخمسمية الدولار بيجي على البلد طبيعي اليوم المصارف والقطاع المصرفي وكل الناس معه دولار بس القانون بيمنعد بيعه على ال 11 ألف مجبورين يبيعه على الأربعة ألف ما راح يبيعه على الأربعة ألف أكيد يقول لك ما عندي دولار هذا البيط على الدولار اللي بيقطع الدولار انه ممنوع يعني إذا أنا هاي الكباية موقفة عليه بأ 10 ألف ليرة أڭشت الدولة وأكيدت لي مجبورة بيعه ب خمس ألف ليرة بيرأيك أنا ببيعه للك بابا عندي كباية تحدث وانا كلكباية بيعها ديخسارة نفس الشي بالدولار إذا الدولار بيسبوع عشرة ألف إجت الدولة قلطه للمصرف Gaming بدك تبيعه بأربعة ألف او بدك بيعه بـ 1500 برأيك رح يبيع دولاره للشعب بـ 1500 يقول لك ما عندي دولار هذا اللي قاطع الدولار من السوق شي الثاني اللي قاطع الدولار من السوق هو انه بالسنوات الماضية مثل ما حضرتك قلت كان في كتير تحويلات دولار تفوت على لبنان اصلا تحويلات الدولار اللي كانت تفوت على لبنان كانت تخيلية تخيلين تخيلية يعني اصلا كانت مش طبيعية بحجمها الكبير اكتشفنا مع الازمة انه هايدي الدولارات كانوا عم ياخدوها المصارف اللبنانية ويمولوا فيها النفقات العامة دين العام عن طريقان يأما مباشرة يشتروا ايروبونز يعني سنداد خزينة مقومة بالدولار الامريكي يأما يودعوها بالدولار عض مصرف لبنان. ومصرف لبنان يرجع يدينها باللبنان للحكومة اللبنانية وبالتالي كانت تخلص عند الحكومة اللبنانية. الحكومة اللبنانية شو كانت تعمل بهالمصاري؟ كانت تشتري الكهرباء. كانت تعمل صفقات عمومية. كانوا يعملوا مشاريع. معظم مشاريع أبونا تحتية وصنضيقهم ما بعرف شو. وكل أياتها ذهبت هباءا. وبالتالي هاي المصاري اللي حطوها الموديعين باللبنان. اللي معظم مختاربين وأجانب اللي كانوا عم بيحولوا لنا دولار على لبنان. عطيناها للدولة. مفترض كانت الدولة. دولة أو الكتاع الخاص بس بوضعنا كانت الدولة للأسف. تستسمرها بشكل حسن. تقدر تردها وتعمل مردود من ضهر. نحن هدرناها. تبخرت الوضع. وبالتالي مين بقى بدو يحول لك دولار على لبنان لترجع المصاريف. لم يعود هناك ثقة في القطاع المصرفي. طيب. ما في لا حصار ولا من يحزنون. في حكومة لبنانية أسائة الأمانة ما بقى حدا يوفق يحول دولار على لبنان. حتى نحن دول الخليج. نعم. اللي كانوا كثير يساعدونا بالماضي يعني انا مرة. حتى هني ما بقى يوفقوا فينا. يعني يعني اليوم. هل هي أزمة ثقة حقيقتنا؟. طبعا. مأن هناك فعلا فريق معين مثلا في البلد. هذه الدول. تريد أن يعني تسوي وضعه. لنقول في الداخل اللبناني. ليكي بتصور الجزء الثقة هو جزء الأكبر لأنه دول الخليج عندها شعور أنه عطيناكن مليارات الدولارات بالسنين الماضية وانتوا سرقتوا. مشكلتها مع الدولة اللبنانية. أنا بيرأيي مع الأطراف السياسية. مع فصيل سياسي معينة. لا طبعا مع فصيل أكثر من آخر. بس بغض النظر على كل أحوال نحنا كبلاد ما لازم نكون بحاجة لمساعدات لنقدر نعيش. نحن لازم نكون قدرين نعيش من طبعا نفسنا. نحن لبنان قبل السبعينات من الستين للسبعين كمن أغنى دول العالم. ما هيك. كان بلدي كتير مزداهر. كنا نحن نساعد غيرنا. ما كان حدا يساعدنا ما هيك. وكان هذا الازدهار عنده أسباب حيوية. أنه كان عندك بلد عنده ثقة بيوحي بالثقة. ناش بتحط مصرياتها بالمصارف اللبنانية. ومصارف اللبنانية بتستثمرها بالمكان الصحيح. خلق صرنا أنه من دينا للدولة والدولة بتهدرها. هيدا النظام بتصور هو اللي مانع أنه يفتلنا دولارات على البلد. بعين في شاغري عام من كل هاتنين. اللي هي أنه اليوم بلبنان. الوصول صارت رخيصة بالدولار. بالفرش دولار. شو يعني. يعني إذا أنا معي فرش دولار. وبيدي اشتري عقار. بيمنولي خصم 50.60 بالمئة لك. طبعا إذا بدي اشتري باللبناني أو بالدولار القديم. الدولار الشيك بونكر. سعره بتربيل. شو بدي. بس إذا عمتشتري فرش دولار. بيمنولي خصم عليه. صحيح. نفس الشي إذا عم تشتري مزرعة. نفس الشي إذا عم تشتري شركة. نفس الشي إذا عم تشتري مطعم. هؤلاء مصميون أصول. الأصول اللبنانية صارت رخيصة للي معه فرش دولار. رغم هيدا الشي كل واحد معه فرش دولار. عم بيخبيه. ما عم بيشتري فيها هالأصول الرخيصة. وفي سبب أساسي لهيدا الشي. ما خصوا كثير بسياسي. خصوا أنه اليوم إذا أنا بشتري مزرعة أو مصنع أو مطعم أو شو مكان. حطيت حق المزرعة 100 ألف دولار. فرش. طب ما بكرة أنا هي المزرعة بس بدأت تنتج لي حليب. بدي بيئة الحليب باللبنانية. عأي سعر صارت رح. ليوجد بيئات مشجعة للاستثمار وللإنتاج في لبنان. ليش بس بيئة في عدم استقراره عملي. نعم. يعني اليوم لأنه العملي غير مستقرة. يمكن أنا بس استثمر مصرياتي باللبنان. استثمرونا على عشرة ألاف. بس من هلأ لوقت ما يطلعوا لي الحليبات. يمكن تصير الدولار بعشرين ألف. عظيم. سعر تكون أنا عم أخسر استثماري. طيب دكتور حضرتك تحدثت عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. نتيجة تبخر الودائع واستثمار هذه الودائع بخدمة الدين العام وفئة الإنفاق العام. طيب موضوع الودائع اليوم مصير الودائع مرتبط إلى حد كبير برفع الدعم عن السلعة الأساسية. مصرف لبنان في تموز حاكم مصرف لبنان قال لحكومة حسان أنه لم أعد قادرا على تمويل عملية دعم السلعة الأساسية ولكن رئيس الحكومة قال أنه ما في مفر وما في مهرب بدنا نستمر بهذا الدعم. طيب اليوم أمام تناقص الكتلة النقدية لدى المصرف المركزي من الاحتياط الأجنبي غير الإلزامي. هناك خيارين إما رفع الدعم وتنهار الليرة ويؤثر بذلك يعني الأمم المتحدة تحذر من الكوارث الاجتماعية وإما يضطر إلى أن يمد يده إلى ودائع الناس. أي خيارين هو الأخطر على لبنان؟ اليوم ابقاء الدعم على ما هو عليه هو الخيار الأسوأ والأخطر واللي يبدد أموال اللبنانيين بلا ما اللبنانيين يستفيدوا منه. يعني المركزي ودائع بالدولار. نعم. تقريبا خمسين مليار. شين من ودائع الليرة بالدولار. تقريبا خمسين مليار دولار. حطتهم عنده بالدولار. بعد معه منهم سبعة عشر مليار. أكي. البيئة الفرق بين الخمسين والسبعة عشر. ديش يعنيش يشي ثلاثة وعشرين. آآ 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 هيدا البيئة ثلاثة وثلاثين. هيدا البيئة آآ آآ خسروا مصر في المركز. نعم. أي جزء منه خسروا لأنه دين الحكومي باللبناني والحكومي ما عاد يتردد له والدهور صار الصرف من وقتها. بس هلأ الخسارة بعدها مكملة. نعم. على موضوع الدعم. يعني اليوم مصر في المركزي. يعني نفس الحكومة اللي بيدحك. نفس الحكومة اللي بتلومه للمصر في المركزي. بتقوله انت كيف خسرت الوضاية على الناس. عم تطلب منه يضل يخسر على الدعم. نعم. بيلومه من مائلة. وبتلومه منه الاستمرار بنفس النهج من مائلة تانية. وبالتالي كل الدعم من أموال الموديعين. مش بس الاحتياط الإلزامي من أموال الموديعين. كل الدعم. كل الدعم. كله. ما في دولار عم يتفاعوا المصر في المركزي على الدعم. منو من احتياط. منو من ولكن بالقلن الاحتياط الإلزامي هو أنه إذا صرفت اموال الموديعين خلي شوية بالصندوق ما تصرفون كلهم قالوا إلي شوية بالصندوق ما تصرفون الكولن هل من الممكن أن يأخذ مصر في لبنان قرار أنه يبلش يصرفه من أموال الموديعين على الاحتياط الإلزامي؟ أنا برأيي إذا بياخد هيك القرار بيكون كيرسي على البلد لأن اليوم بدنا نفهم خاصة ما في حكومة اليوم ترشد الدعم أو تذهب في خطة لتنظيم عملية رفع الدعم أول شيء الدعم عام بكلفته بالسنة 5 مليار دولار فرج دولار هذا اليوم على 10 ألف يعني 50 ألف مليار ليرة نفقات الحكومة اللبنانية كلها بالسنة تقريبا 18 ألف مليار 18 ألف مليار صحيح وبالتالي اليوم هذا الدعم مرتين ونصف كل شيء تنفقون في دولة اللبنانية على الجيش وعلى الدرك وعلى المستشفى وعلى المدارس وكل شيء مندفعوها وبالتالي الحجم مهول كتير كبير هاي الخمسة مليار من أموال المودعين طيب شو اللي عم بينعمل المصري في المركزي عم بياخد هاي الخمسة مليار من أموال المودعين اللي حطين مصرياتهم بالدولار نعم وبس هؤلاء المودعين بدون يروحوا يسحبوا مصرياتهم من البنك شو عم نعمل عم نطبع ليرة لنسحبوا مصرياتهم وبالتالي هيدا الدعم عم بيساهم بالتضخم لنحنا هؤلاء الدولارات لو عم نعطيهم لا أصحابهم بالدولار ما كمسين عندي أنا التضخم من صغير عندي هلا طبعا مش كل التضخم الحق الدعم بس في جزء من التضخم قلوا عليها أنه أنا عم بياخد الدولار وهذا الدولار اللي عم بياخده وهذا كتير مهم ما ش عم ضخوا بلبنان أنا لعم اخد خمسة مليار دولار و عم برجع ضخهم بلبنان و عم بقطبع مقابلهم خمسة مليار باللبنان ما يعادل خمسة مليار باللبنان و أنا عم بياخد خمسة مليار عم بطبع مقابل الليلة اللبنانية عم بسهم بالتضخم وهيدي الخمسة مليار عم بطيها لتشجار اللي يستوردوا فيها بضاعة مدعومة هذه البضاعة ما أنا عم بياخده على لبنان يعني أنا خمسة مليار عم بيشار فيها دواء دواء اللي يسوى ميد دولار يهرب إلى سوريا وإلى الأسواق العربية وصل على فنزويلا وصل على أفريق وصل على أفريق طيب ما هو السيناريو الأمثل اليوم لهذا الموضوع أساسا اللبنانيون بدأوا يلاحظون وكأنه في سياسات غير معلنة لرفع الدعم البنزين يرتفع كل أسبوع ربطة الخبز عم يتقلص وزنها وعم يطلع سعرها هناك سلع بدأ يعني أيضا يرتفع سعرها بشكل جنوني طيب ما الذي يحصل أصلا؟ خلينا نبلش بالدور أول شي إذا بيئ الدعم هلا بنا تكي سيناريو التاني إذا بيئ الدعم يعني التضخم يعني ارتفاع سعر الدولار رح يستمر بنفس الوتيرة نعم إذا منواقف الدعم الدولار بيضل يطلعنا ما عملنا بقية الإصلاحات بس بتصير واتير تطلعها أخذ يعني الدعم عم بيساهم ما هو المقابل؟ هلا إذا منواقف الدعم أول شي ما بيقعد الغلا بنفس السرعة ثانيا في اليوم البنك الدولي عم بيجربي يدعم العائلات الأكثر فقرة بس في شي أكبر من هيك في دراسة حضرتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي قالت إنه إذا نحنا نعطي مصاري لـ 80% من الشعب اللبناني ما بروح بدعم السلع تيهربوها بيعطي مصاري بيعطي ديبوت كارت لـ 80% حلال إنسان لبناني بعمله منصة إلكترونية بيفوت بيسجل عليها بيطلع له مبلغ كاش كل شهر نعم إذا بعمل هيدا الشي بقدر أنا غطي مية بالمية من حاجات الفقراء كل شي بيعوزه الفقير اللي يقدر يعيش بيعطي حقه يشتري بالدولار كل شي بيعوزه الفقير وزيادة عنه 40% من حاجات الشعب اللبناني تتغطى بنعطيهم مصاري إلا نغطيها هذا البرنامج بيكلف مليار دولار الدعم بيكلف خمسة مليار دعم بيكلفني خمسة مليار ما عم بيوصل للفقير الناس ميتين نجوع صحيح باللبنان السلعة المدعومة مفقودة وأصلاً فيها تهافت ويعني عم نشوف صحيح مناظر ما تشبه لبنان اليوم عندك سياسة الدعم بتكلف خمسة مليار ما عم توصل للفقير أن الفقر باللبنان يرتفع على خمسة وخمسة إلى ستين بالمية يعني سياسة فيش لما عم تعطي ناتجين الفقير عم بيفقر عظيم عندك سياسة بديلة بتكلفك مليار دولار بس مليار بالسنة معدلة أقل مليار 800 مليون أصلاً بش سنة وبتغطي لك كل حاجات للفقر يعني الفقير بتكون عم تعطيه أنت حق الخبز اللي بيعوزه وحق الأشياء للتدفئة اللي بيعوزه كل شي بيعوزه بالفقير عم تغطي له بتكلف مليار ما في منطق بالدني بيقول أنه أنا الخمسة مليار بديكمل فيها إذا الخمسة مليار عم تنهدر وأنا بقدر جيب نتيجة أحسن بمليار ما في منطق بالدني بيبرر الاستمرار بسياسة الدعم الحالي عظيم دكتور بكل الحالات نحن بعد الفاصل يعني نشرح أكثر عن السيناريوهات الممكن أن تنتظر لبنان والحلول المقترحة من وجهة نظرك مشاهدينا أحاديث بيروت مستمر ولكن بعد هذا الفاصل ضربات أمريكية موجعة على مواقع للفصائل التابعة للنظام الإيراني شرقي سوريا يعني نوع من أدواء الأول عملية عسكرية طبعاً فيها الوزنة الأمريكية وكانت الأسف في سوريا ولكن هذه السياسة تعرف أنه هذا اللي حصل العواقب رح تشوفها يعني بعد فترة قليلة أراضي أمريكا توجيه رسالة لهذا القسم داخل الأراضي السورية كي لا يكون هناك رد على أمريكا في الأراضي العراقية عودة إلى القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة من أحاديث بيروت دكتور باتريك يعني قبل الفاصل استفضنا كثيراً في الحديث عن عمق الأزمة اللبنانية طيب اليوم سنة ونص من هذه الأزمة بالحد الأدنى هذه الأزمة الواضحة لأنه ربما الأزمة كانت يعني ممتدة في الماضي البعيد أكثر ما هي اليوم السيناريوهات المقترحة والحلول المقترحة للأزمة اللبنانية من وجهة نظرك؟ جيد اليوم في فرد سيناريو أنا برأيي الحكومة اللبنانية ماشي فيه والسلطات اللبنانية بشكل عام ماشيين فيه اللي هو الخروج من الأزمة عن طريق التضخم يعني بدون يضلون يطبعوا ليرة كل شيء ما فيه الشعب اللبناني حاطت بالمصارف اللبنانية 113 مليار دولار بعد باقي مننا بالصندوق 17 مليار من 113 باقي 17 مليار أنا برأيي فيه نية اليوم لصته على السبعة عشر مليار المتبقية وكل حزب أو كل وزير خلينا نقول بده يجيب السبعة عشر مليار اللي جيبته وزارة الطاقة بتقولون أعطوني 1500 مليار ليرة لروح صرفها على 1500 عند المصر في المركز هتأخذ مليار دولار منها السبعة عشر الباقيين المهار التجار والمهربين يعني لا نية حقيقية اليوم لدى السلطة السياسية لحل جذري للأزمة وبنوي صحيح الطريقة فهني شو عم يعملوا فيها السبعة عشر مليار عم يتخانقوا عليها طيب إذا خلصوا مين بدوا يأخذها؟ أخدوهن وخلصوا بيأخذوا الدهب وإذا باكرت طلع لك نفط وغاز بيأخذوا النفط وغاز كامل ما في شي رحمة وبالتالي اليوم في عن وشو فإذا شو البديل شو بدون يعملوا الناس اللي حطين هولي المية و 13 مليار ودية الموجودين بالقطاع المصري فيه بيراسهم بيطبعوا ليرة وبيسحبوك إيهم بالليرة وبالتالي الليرة رح يدهور سعره والدولار رح يطلع لأنه احتياط الدولار عم ينزل وكمية الليرة عم بتزيد وسعر الصرف هو شو؟ هل يدين عندك احتياط؟ ما بردين عندك ليرة إذا عم تزيد الليرة وعم تنزل احتياط سعر الصرف بدو يدهور وابتالي رايحين على إذا منكمل بالسيناريو الحالي رايحين على بالميتي 15 سنة من التضخم المفرط فيتين على سيناريو بيشبه زينبابوي بيشبه فينزويلا إذا من ضلنا ماشيين بهيدا التوجه هنا أنا بدي عموا سعر صرف معاوم يترك الدولار يطلع وبطبيع ليرة لسحب الناس مصرياتهم عظيم طيب بيكون عم أسطي على مدخرات الناس وعم أسطي على تعب الناس الحالي لأن الناس هناك مراوحة واقتصاد ينزف ومواطنون أيضا يعني ينزفون اقتصاديا ومعيشيا وفي أمنهم الغذائي ولا يوجد إدارة وقيادة حقيقية لهذه الأزمة هناك حكومة لم تتشكل منذ ستة أشهر طيب إذا اجت اليوم حكومة سعد الحريري تشكلت فرضا هل الحل هو صندوق النقد الدولي لأنه المبادرة يعني اليوم إذا ما نقول المبادرة الفرنسية هي المبادرة الوحيدة إذا صح التعبير لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان ومن شروطها الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات هل صندوق النقد الدولي هو الحل في لبنان جيد جدا أنا برأيي أنه اليوم لبنان بحاجة لتغيير مسار وفي مسارات بديلة عن هذا المسار اللي هلأ وصفته اللي هو مثلا أحد المسارات البديلة اللي طرح وضعته حكومة حسن دي وأنا برأيي ما كانت بعيدة عن التنسيق مع صندوق النقد الدولي اللي هو أنه طيب بدل ما تشلحوا مصريتهم للناس عن طريق التضخم ليش ما بتعملوا لهم هيركات بدل ما تاخدهم 12 سنة لتصفوا هالوديا عن طريق التضخم هلأ بتقولوا كل واحد عنده مصاري بالبنك ما عنده مصاري بالبنك انتهى الموضوع بتكونوا حليتهم الأزمة بسنة بدل ما تاخدهم 12 سنة تتحلوها طبعا ممكن حلينا شيء نحن بس منكون إذا بدك تصفية الموضعين صارت بشكل أسرع هيدا حال كانت حكومة حسن دي هيركات طيب اليوم إذا بدت تركب وبتالي هذا الحل الثاني اللي أنا برأيي كمان سي اليوم إذا بتركب حكومة الرئيس الحريري إذا بيكون في عنده دعم من المجتمع الدولي يعني إذا منوصل للاتفاقية مع صندوق النقد الدولي هيدا الشيء بيفتح الباب لسادر لأموال تيجي من سادر هيدا الشيء بينعش الحركة الاقتصادية بالبلد وممكن أن تتحسن البلد ولكن ما بيحل المشاكل البنيوية للاقتصاد اللبناني يعني ما كنا عم نعمل مثل بالزمينات كلما نجرب نقع بجورة نروح نتضيان من الناس اللي بيحبونا بعدنا عم نعمل نفس الشيء مثل واحد مثل واحد سكارجي أو مثل واحد مدمن على القمار خلصوا مصرياته صار مدبرس انه حلا ما بقى حدا يوسق فيه بيوسقوا أكتر بيساعد الحريري بيعطوهم مصاري بس إذا بدنا نضلنا نعفهم طيب من سيقوم فائدا بهذه الإصلاحات البنيوية؟ لا لا ما هو نسألتين عن مش عم بيحكي عن الشخص نسألتين عن صندوق النقد الدولي طيب يعني صندوق النقد لن يقدم لنا الوصفة البنيوية لإقتصادنا سيقدم لنا المسكنات خليني أقول بها الطريقة إذا صندوق النقد الدولي بده يقدم لنا مصاري كمرين نعم الاصحات أو حسب البنيوية إيضا لنا ويحب الرئيس فلين او يحب رئيس أكتر beat Central لكن إغمال صندوق النقد الدولي يطلب الاصحات إذا نعمو هذه الإصلاحات يتجلم أن من يعجلة مقل önemli سيؤSe قد يتم عيش الروح ش فلا دفه لكن إذا نظري إذا اليوم الكهربا متخصرني مليارد، ملياردس اليوم الكهرباء مسؤولة عن نصف دين العالم عن تقريبا 47 مليار دولار من أموال الموديعين هدرت على الكهرباء 47 مليار دولار من أموال الموديعين هدرت على الكهرباء بكرة إذا تشكلت حكومة وإجا الرئيس الحريري بدو يعمل الإصلاحات هل بدنا نرجع أنه إذا ما بتمضولي على موضوع الكهرباء ما بمرئ لكم الإصلاحات ما هيك كانت الحكومة يعني نحن اليوم بالآخر في تركيبة سياسية بالبلد أنا برأيي بتصععي بالقيام بالإصلاحات يعني النظام السياسي هو الذي أنتج هذه الأزمة الاقتصادية دكتور باتريك طبعا الهدر وطول ما هذا النظام وهذه التكوين وهذه الصيغة السياسية موجودة طول ما نحن في لبنان سنبقى في هذه الدوامة اللي عم جري بقوله أنا مش بالضرورة اللي عم جري بقوله أنه طريقة معالجة الأزمة حاليا عن طريق تعويم سعر الصرف اللي هو يبقى تجاه صندوق النقد الدولي ما بتناسب النظام السياسي اللبناني لا تتناسب معه هذه رشدة صندوق النقد الدولي بتمشي على دول تانية على دول في فرد واحد بياخد القرار والكل بيمشي رشدة صندوق النقد بيمشي بس رشدة صندوق النقد ما بتمشي على الواقع اللبناني لأنه في لبنان منا مثل بقية لبنان مشين هيكي أنا برأيي هناك ديمقراطية توافقية يعني حتى بالفساد هناك توافقية فيتو يعني إذا ما كل واحد بيكون عنده مصلحة شخصية من حياة لقرار بده يتخذ ما بيتخذ القرار بتكتروا حيات رضي سبعة اثمانة كل واحد بيكون قابد شيء أو حاصل على امتياز معين لا يقدر يمشي القرار وبالتالي صعب كتير يمشي باللبنان أنا برأيي اصلاحات على طريقة صندوق النقد الدولي مشين هيك لازم نفكر من خارج الصندوق ومشين هيك أنا برأيي الحل الوحيد للأزمة اللبنانية هو عن طريق مجلس نقد صحي هلأ فينا نعمل مجلس نقد الأفضل أن نعمل مجلس نقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هيدا بيكون الأحسن باكتج ممكن نيأخذه ولكن صندوق النقد الدولي واحده بلا مجلس نقد أنا برأيي رح يفشل باللبنان مثل ما فشل بالارجنتين ومثل ما فشل بالبلدين تانية ولكن دكتور باتريك بموضوع مجلس نقد وأصلا من أول من طرح ربما هذا الموضوع هو الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي وقال أنه السياسي اللبناني الذي يستطيع أن يؤسس هكذا مجلس هو بطل قومي ولكن يأخذ على هذا الطرح أنه نفس مسببات الأزمة اللبنانية هو يمشي بنفس الطريقة أولا موضوع تثبيت سعر صرف الليرة دولرة الاقتصاد وأساسا نحن نحتاج إلى كتلة نقدية أجنبية لتثبيت سعر صرف الليرة فأين الجديد فيما سيكون به مجلس النقد على مستوى الحلول أولا شكارك على هولي النقط اللي أشارتي لألون لأنه رح تعطيني الفرصة أن يرده عليهم لأنه هذا الحكي فيه مغالطات فيه عدم فهم لما هو صندوق النقد اللي عم بيقول أنه صندوق النقد هو مثل النظام اللي كان عنا يقبل هيدا حدا ما مش فاهم باعتذر يعني بس ما عنده ولا أي معرفة عن ما هو صندوق النقد بنصحه يروح يقرأ بالأول لأنه في كتير اقتصاديات حكيوا فيها يتسرعوا أنا برأيي قبل ما يدرسوا الموضوع بعمق فخلينا نفوت فيهم بالتفاصيل أولا بموضوع أنه كيف بموضوع أنه تثبيت سعر الصرف نحن بلبنان كيف يعمل مجلس النقد لنقارن بينه وبين النظام اللي كان عنا إياه باللبنان مجلس النقد بيقول لك أنه ممنوع المصرف المركزي يطبع ليرة لبنانية إذا ما كانت مغطاية مية بالمية بأحتياطي من أين سيأتي هذا الاحتياط؟ من أين سيأتي هذا الاحتياط؟ اليوم نحن بلبنان المصرف المركزي طابع ليرة لبنانية بالسوق تقريبا شي 35 ألف مليار والمصارف حتى عنده ودايع بالليرة تقريباً خمسين ألف مليار وبالتالي مطلوبات المصرف المركزي بالليرة اللبنانية هي خمسة وثمانين ألف مليار قد بدون دولار إذا سعر السعرفات إذا حسبنانانا خمسة وثمانين تبيني خمسة سعر السعرف ثمانية ألف وخمسمية تهينا عليك بدي عشرة مليار دولار ددينا نحن اليوم عنا بالاحتيار سبعة عشر ولكن هو الودائع للناس وصلين وصلين بالدور عمسالين من وين خلين نجو أسئل المحدد اليوم إذا نحن بدنا نصبت سعر السعرف على ثمانية وخمسمية نحن بحاجة لعشرة مليار نحن عنا سبعة عشر إذا نحن بدنا نصبت سعر السعرف يعني نحن اليوم بسبعة عشر مليار قدرين نصبت سعر السعرف على ثمانية وخمسمية وعلى السبعة وعلى الستة وحتى على الخمسة على الخمسة بحاجة نحن رأس بلس مليون بطلعوا ما بدنا نمش معها قدية اليوم نحن عنا دولار كفية لنصبت سعر السعرف ولكن نعم هذا حال مؤقت هم قادرين انغطي ليرتنا بالدولار. ومجلس النقد بيحط قواعد صاريمة بمعنى انه من هلأوا رايح المصري في المركزي لا يحق له طباعة ليرة لبنانية. مثلا خلينا نقول سبتني على سعر صار في 8000 لانهاينا. ما بيحقل له يطبع ليرة لبنانية اذا ما بيكون فيه ما بحقل له يطبع 8000 ليرة اذا ما بيفت له مقبيرة لدولار. شو يعني؟ اذا انت لايال وصلك دولار من برا. ورحتي عند البنك تبعك. قلت له هيدا الدولار لو سمحت بدي مقابله ليرة. نعم. بيروح البنك تبعك عند المصري في المركزي بيعطيه هيدا الدولار هاي الطريقة الوحيدة للمصري في المركزي يحق له يطبع 8000 ليرة ويعطيه للبنك تبع لايال كلمير العيال تاخدها 8000 ليرة. وهيدا الدولار اللي فتله للبنك المركزي بجبور البنك المركزي يخليه معه ولا يحق له انه يدينه للدولة اللبنانية. نعم. بس شو كنا عم بيلعب؟ كنا عم بيلعب عامل السيئة. ليرة قوية ما تحاولوا على الدولار. انا بتطبع لكم ليرة بس ما تحاولوا وما تحاولوا والناس صدقوا. نهار اللي الناس راح بدوا يحاولوا ليرتون على الدولار. لا اينا ما معهوا دولار بالصندوق. وبالتالي نظام المجلس النقد هو نظام عن جد بيثبت سحر السيئة. عرضا هذا. نعم. في نقطة تانية كمان كتير مهمة. وبالتالي مجلس النقد الفرق بينه وبين نظام سعر السيئة اللي كان عندنا ايه انه لا يعتمد على الثقة. يعتمد على وجود دولارات بالاحتياط. لو بيضرب البلد زلزال. لو بتروح مية حكومة وبتجي مية حكومة. موجود مقابل كلت من 1000 ليرة دولار بالصندوق. الشغل التاني انه بنظام الحالي او السيئة اللي كان عندنا ايه قبل. كان يحق للمصرف المركزي انه يدين الحكومة اللبنانية. وفعلا مدينة ومدينة كتير. تقريبا نصف الدين العام حاملوا المصرف المركزي. بمجلس النقد والدولارات تبع المودعين. ما بيحقل له المصرف المركزي يدينهم. وبالتالي نحن لو كان عندنا مصرف مركزي اكيد ما كنا مصننا له. رفض هذا الطرح من قبل الحكومة اللبنانية؟ ما في حكومة لبنانية ما رفض لانه وقت طرح هذا الطرح كان بحكومة تصريف اعمال. حكومة تصريف اعمال بتعتبر انه مش غلطة تعمل اصلاح. ولو البلد عامل نهار. ولكنه خيار مستبعد الآن في لبنان؟ مش مستبعد. طرح على مجلس النواب. نحن طرحنا على مجلس النواب. وكان فيه اهتمام من عدد كبير من عدد النواب. ولكن اذا بدك الرأي المسيطر كان انه يا خيه هذه شكلة الحكومة. طيب. بدك تنظر الحكومة جديدة لا تتشكل. فأيضا. وخلي الحكومة تعملها. نحن للأسف انتهى وقتنا. بس هيك يعني فينا نعمل سام اوب سريع مع حضرتك. بموضوع اليوم الازمة الاقتصادية. ما في حكومة. ما في حل الاصلاح. حضرتك عم بتقول انه الحكومة تعالج. او السلطة السياسية تعالج الازمة بالتضخم المفرط. واساسا هناك استحقاق ايضا موضوع اليورو بونز. يعني برئسين بأدار الماضي. حسان الدياب اعلن تعثر لبنان عن دفع السندات. ولا يوجد يعني مفاوضات مع الدائنين. هل هناك خطر على حجز اصول واملاك الدولة من ذهب ومن باقي احتياطي. ومن موضوع النفط والغاز. يعني بلمحة سريعة. الى اين يتجه لبنان دكتور. بحال بقينا بهذه الطريقة. لكن ما بتصور في خطر حجز اموال. ممكن جدا الدائنين. هل اول شي الدائنين محمسين. بدون يتفاوضوا مع الحكومة. بس ما في حكومة يتفاوضوا معها. وبالتالي ناطرين تتشكى الحكومة جديدة لا يتفاوضوا معها. وهن المستعدين وناطرين ورح يقعدوا على الطاولة. ولكن خلينا نفترض انه تأزمت الامور. اذا تأزمت الامور هل فيهم يحزولنا على الدهب؟ لا ما فيهم يحزولنا على الدهب. فيهم يرفعوا دعوة بالمحاكم بيدونيورك ويطالبوا بالحجز على الده بس وليكن التجارب السابقة مع الارجنتين ومع بلدين تانية. عملت مثل لبنان تخلفت عن دفع ديونها. المحاكم حكمت لصالح البلد. ليش؟ لانه اعتبرد انه هيدا الدهب للمصرف المركزي. واللي تخلف عن الدفع هو الحكومة. الحكومة غير عن المصرف المركزي. ما فيك تحجز على الدهب لان الدهب مش ملك الحكومة. هل فيهم يحزوا على املاك للحكومة؟ ببعض البلدين كانت شرقة الطيران تملكها الحكومة. وبالتالي وقت اطارت الطيارة من البلد رحت على بلد تاني حجز في لبنان طيران الشرق الاوسط بيملكوا المصرف المركزي. كمان ما بتملكوا الحكومة. فيهم شو بتملكوا الحكومة؟ بتملكوا الاتصالات والكهرباء. بس هيدوري على الاراضي اللبنانية. مش رح يودوا جوجوجوش لا يحجزوننا عليهم. وبالتالي ما بتصور. حجز. بس في خطر انه اذا ما بتتفاوضي انتي وياهم ما بقى حدا بحياتنا يديننا دولار. ونحنا متعطشين بدنا الناس يدينونا دولار. وبالتالي اذا بدنا نرجع على الاسواق المالية سريعا يجب التفاوض معهم. طي بجملة سريعة دكتور ختاما ما الذي يجب ان يقوم به لبنان اليوم قبل الغد؟ لبنان ما با عنده خيار الا انه يعمل مجلس نقد. وبيظل غياب الحكومة تقدم اقتراح قانون. لازم القانون يجي من مجلس النواب. لازم يكون مجلس النواب عنده الشجاعة يعمل مجلس نقد. هيدا الشي بيوقف انهيار الليرة. وبيسبتها على سعر كتير واطي. هيك بيكون بداية الخروج من هالأزمة. نعم رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. اشكرك جزيل الشكر على المشاركة في هذه الحلقة. ويبقى الشكر الاكبر لكم مشاهدين على متابعتنا. احاديث بيروت لا تنتهي طبعا ملتقانة الاسبوع المقبل في حلقة جديدة. وفي حديث جديد من احاديث المدينة. الى اللقاء. اشتركوا في القناة